بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبتدي ان شاء الله نشرح الجزء الرابع والأخير من شبط الرقم 3 والجزء ده تهيبه مختص بما يسمى الأوبستكالز أو العقبات لما باجأ اسمه سافة ما بين نقطتين نقطة A ونقطة B احتمال نلاقي عائق ما بين A وB وأنواع العوائق دي حاجة من 3 العائق الأولاني حاجة من سميها عائق يعقل قياس ولا يعقل رؤية زي ايه زي مثلا ما بين الA والB ألاقي هنا نهر كده وانا واقف عند نقطة A شايف نقطة B اذا الرؤية واضحة لكن مش عارفة ايه سلمسافة دي تلاقيتني انا مش هجازف ببنيادة ما نزله هنا في النهر وممكن يكون ما بيعرفش يعوق فهذا النوع من العوائق بنسميه عائق يعوق القياس ولا يعوق الرؤية طيب النوع الثاني لو عندي مسافة ما بين نقطتين برضو A وB اهو وجي ما بين A والB فيه مبنى كده هنا وانا واقف عنده نقطة ايه انا مش شايف نقطة B فالعائق دوت بيسموه عائق يعوق الرؤية ولا يعوق القياس وانقول ليه لا يعوق القياس النوع الثالث والاخير واقلهم استخداما طبعا عائق يعوق قلد من القياس والرؤية عندي نقطة اسمها نقطة ايه هنا وهنا نقطة اسمها بيه والسوق حظي ما بين الA والB لقيت هنا قطعة ارض عاملة زي التب كده وبالتالي وانا واقف عنده نقطة ايه مش عارفة شوف نقطة بيه ومش عارفة ايه فالنوع دوت بيسموها اخي عوق قلد من القياس والرؤية بس خلي بال حضراتكم ان العقبات ديت بتبقى اقل ما يمكن في الرفع المساحي لان دوت بيتناقض مع اختيار المقاط لو حضراتكم فاكرين اختيار المقاط احنا قلنا لما باجي اختار مجموعة المقاط اللي انا هرفع بيها اتفعنا اللي هي نقطة A وB وC وD وE اتفقنا ان فيه شروط انه نقطة ايه لازم تشوف نقطة ابلاها نقطة بعدها وبالتالي يعني حكاية النعائق في النص ديت بتبقى اقل حالة في اقل الحالات بمضطر لها انما في العادي لا ما بيبقاش فيه العوائق دي ومع ذلك هنشوف ازاي نتغلب على هذه العوائق نبدأ كده بعون الله ادي النوع الاولاني لو افترضت ان دي بوند كده بيركت بايا وعندي الخط من ايه لبي اقولوا الله ايه بممتعة البساطة انا اقضى رئيس المسافة من ايه الى بي ومن بي الى C واحد ومن C واحد الى D واحد هي اللي مشكلة ومن D واحد الى E واحد برضو مشكلة هاختار من عنده نقطة بي اي خط اي خط في الاتجاه ده كده واقول لحضراتك ليه شرطه الوحيد ان الخط ده يبعد عن البوند واجب النقطة قريبة من البوند كده نقطة زي C واحد اسقط عمودي على دا يديني هنا نقطة C وهاختار هنا نقطة اسمها D واحد اسقط من هنا عمودي يديني نقطة D لو انا جيت عملت تشابه المسلسات بين المسلس B C واحد C مسلس ده والمسلس الكبير اللي هو B D واحد D اللي هو المسلس ده اقدر اقول ارتفاع المسلس الصغير على ارتفاع المسلس الكبير يساوي المسافة من B الى C واحد على المسافة من B الى D واحد وكده ايبقى تغلبت على العائق ده وتعرفت اجيب المسافة او الى E واحد دي صح ودي صح يبقى انا كده تغلبت على هذا العائق وهذا العائق يسمى عائق يعقل ايه القياس ولا يعقل رؤية لانه انا واقف عند نقطة B او C انا شايف نقطة D واحد وشايف E واحد وشايف نقطة B واحد اذا جبت المسافة دي ما فيش اي مشكلة ان انا اجيب المسافة من D واحد الى E واحد ومن E واحد الى B برضو ما فيش اي مشكلة وبالتالي اقدر اجمع المسافات دي على بعضها واجيب المسافة من E الى B وبالتالي وابا تغلبت على اول نوع من انواع العقبات اللي هو عائق يعقل ايه القياس ولا يعقل الرؤية كويس ممكن حل تاني زي ما وهنا كده ادي المسافة من L برضو هاختر نقطة هنا كده والتاكن نقطة بلاش دي بي عشان هنا في بي هسمي دي نقطة R مثلا هاختر بلاش دي نقطة ايه هسميها نقطة T من T الى E ما فيش مشكلة ومن R الى D ما فيش مشكلة هقيم من ايه كده عمود طوله يساوي L ومن D هقيم عمود طوله برضو يساوي L يعني الطول DC يساوي الطول AB ده معناه ان الشكل اللي انا عملته اللي اسمه ABCD ده مستطيل ومن خواص المستطيل ان كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين يعني CD يوازي BD ويساويه طيب وCB يوازي D ايه ويساويه فيش اي حاجة تمنعني ان انا إيس المسافة من C الى B وبالتالي هي نفسها من D الى ايه اللي انا مش عارف ايس حل تالت ان انا هعمل تشابه المسلسات برضو حاجة من ايه واختار اي خطه ومن بيه اي خط يتقطع مع الخط الاولين شرط الخطين دول انهم يبعدوا عن البند كويس هكون المسلس الاولين دوت اللي هو C DE وعندي مسلس تاني اسمه ABC المسلسين دول متشابهين لمتشابهين الزاوية دي قد الزاوية دي تقابل بالرأس وانا هرسم الخط ده موازل الخط ده يبقى معنا كده زاوية واحد تساوي هنا زاوية واحد شرط وزاوية اتنين تساوي زاوية اتنين شرط ده معنا ان المسلس ده والمسلس ده ما لهم متشابهين طيب نتيجة التشابه ايه طيب حررتك تقول لي نتيجة التشابه ان المسافة من C الى D على المسافة من C الى ايه تساوي المسافة من C الى ايه على المسافة من C إلى B تساوي المسافة من D إلى E على المسافة من LB تعال بقى نشوف الطول من C إلى D في حاجة تمنع أن أنا إيه سألأ أقول طيب بس C دي معلومة من C إلى E في حاجة تمنعها تقول لي لا طيب من C إلى E في حاجة تمنعها لا الأطوال دي كده كلها آدرا إيس أدي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمس أنا عندي هنا ستة اللي هو الطول الوحيد اللي أنا مش عارف عيسه اللي هو من LB آدرا إستنتج من LB ولا لأ آدرا إستنتج إيه بي وبحلته طيب مبنى زي ما قلنا بقى في الحالة دي هيبقى مبنى يعقل الرؤية ولا يعقل القياس زي مبنى هنا أقدر أحله بنفس الطريقة برضو أدي المسافة من إيه البيئة هي حاجة من إيه وارح رسم أي خط شرطه الوحيد يبعد بس عن المبنى وأختار نقطة رايبة من المبنى اسمها نقطة C ونقطة رايبة من المبنى على ناحية التانية اسمها D أسقط من C عمودي يديني هنا F وأسقط من D عمودي يديني هنا G وأعمل تشابه مسلسات بين المسلس الصغير دوت والمسلس الكبير اللي هو من A إلى D إلى G وبكده أقدر أجيب المسافة من A إلى D أجمع عليها من D إلى B لأن هنا ما فيش عائق ولا حاجة تديني المسافة الكلية